عظيم. إذن في ظل هذه التكتلات الاقتصادية الكبرى بكل تأكيد ده هيكون لين عكاساته على مصر وعلى القارة الأفريقية بشكل عام القارة الأفريقية زي ما كنا منتكلم من شوية دائما ما تعاني وعندنا مشكلة الديون وأزمة إسقاط الديون اللي دائما بنتحدث عنها ويمكن كان الرئيس بلاديمير بوتن في القمة الروسية الأفريقية تحدث عن بعض الدول سيسقط الديون عليها ويقوم بإيصال الحجوب لها حتى بدون تكلفة نقل أو إلى ذلك ما تحتاج القارة الأفريقية هل تحتاج إلى منح تسدد عبر فترات زمنية متبعدة هل تحتاج إلى استثمارات فعلية على الأرض وفي نفس الوقت المستثمر ينظر إلى القارة الأفريقية بأنها غنية بالموارد لكنها تفتقد وتفتقر إلى البنية التحتية وده قد تكون مشكلة بالنسبة للمستثمر وعائق لوجود مستثمرين في القارة الأفريقية الإشكالية دي ممكن نحلها إزاي؟ هي الحقيقة فرصة في الديونت الاجتماعات بتاعتها لأن الديونت موجود فيها الصين اللي هي عاملة حاليا في أفريقيا مشروع الحزام والطريق أو مشروع طريق الحريق فده عاملة كمية مشروعات بنية تحتية في أفريقيا وفي شرق أفريقيا وفي غربها والحقيقة في كل معظم الدول الأفريقية مشاركة فيها فالحقيقة هي مشروعات البنية التحتية بتتطور حاليا فجذب استثمارات الاستثمارات اللي بتتكلم فيها القارة الأفريقية حاليا أو اللي بتجذبها في مثل هذه التجمعات هي استثمارات جزء كبير منها هي استثمارات بنية تحتية استثمارات في الطاقة هذه الاستثمارات ممكن أنها تساعد في حال هذه البنية التحتية. تمام لكن منح لا. بفكرة استثمارات هي الأفضل. بذلطة لأن الدول الأفريقية تأخذ منح معلها قد إيه. يعني هنفضل بتأخذ منح لسداد منح. فلا يقع فيه منح للسداد الفوري. لكن لازم يقفيه استثمارات. طيب يعني خليني أرجع تاني للنقطة الحركة كلمت فيها وهي أزمة الغذاء. ويمكن السيد رئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم عن أزمة الغذاء. مبارح وقال إن مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب. خليني أسألك اللوجستيات اللي يمكن مصر بتمتلكها علشان تكون مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب. هي أرد كان فيه من ضمن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي كان فيه اللي هو بناء الصوام على تخزين الأمح. فالحقيقة مصر بقالها فترة بدأ في بناء البنية التحتية للمسل هذه المشروعات. لأن بتستهدف حتى لو كانت مش لمصر بس. مش الكمية لمصر بس. لكن هي تكون مخزن لمصر ولأفريقيا. فهي عندها البنية التحتية المناسبة.